النادي الاهلي عمل تلت طلبات تلت طلبات عاجلة في خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم النادي الاهلي عمل ايه النهاردة؟ تلت طلبات عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم الموضوع طويل شوية ولكن خلوني اقول لحضراتكم تلت حاجات عملها النادي الاهلي او تلت طلبات عاجلة طلبها النادي الاهلي رقم واحد فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى للنادي الأهلي استكمال إجراءات قيد القائمة الرئيسية للنادي الأهلي وبالتالي قدها في القائمة الأساسية في الاتحاد الأفريقي وفقا لللوائح المنظمة للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال 2019-2020 نمرة اتنين موافاة النادي الأهلي بخطاب تسجيل اسم النادي الأهلي ضمن الأندية المصرية المؤهلة المشاركة في البطولة الأفريقية المذكورة نمرة تلاتة اعتبار الأمر هام وعاجل للغاية حيث أن آخر موعد للتسجيل القائمة الأساسية ينتهي بنهاية يوم عشر سبعة 2019 دي التلات طلبات اللي طلبها النادي الأهلي في خطابه العاجل جدا للاتحاد المصري لكرة القادرة طيب هو ليه النادي الأهلي طلبت طلبات دولي؟ ليه النادي الأهلي طلبت طلبات دولي؟ هقول لحضراتكم فتح باب القيد المحلي عارفين ليه حضراتكم النادي الأهلي بيطلب فتح باب القيد المحلي؟ لأن النادي الأهلي أولا هو النادي الوحيد المؤكد مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا وبالتالي يحق أو من المفترض أنه هو يبعث القيمة بتاعته والاتحاد المصري لكرة القدم يفتح باب القيد علشان وبالتالي يقيد بعض اللاعبين اللي يقيدوا في البطولة الأفريقية ليه نادي الأهلي عايز خطاب التسجيل لأن احنا دلوقتي لما بنخش وعايزين نسجل لعيبة في الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأفريقي بيعتمد على إيه؟ بيعتمد أن الاتحاد المصري بيرسل أسماء الأندية للاتحاد الأفريقي طول لما الاتحاد المصري لما يرسل أسماء الأندية للاتحاد الأفريقي تيجي تخش على السيستم يعملك ريجيكت أو يعملك أنت لسه مرفوض ليه؟ علشان الأسادزة في الاتحاد المصري لكرة القدم أو أعضاء أو الموجودين في الاتحاد المصري لكرة القدم ما بعتوش أسماء الأندية على الرغم أن النادي الأهلي هو النادي الوحيد المؤكد مشاركته في بطول الدوري أبطال إفريقيا مش كده وبس النادي الأهلي هو بطل الدوري في الموسم السابق فيعني لو هتجيبها هيمين هتجيبها شمال النادي الأهلي هيشترك في بطول الدوري أبطال إفريقيا الموسم اللي جاي لماذا لم يتم ما بعدش ليه للاتحاد المسل لكرة القدم اسم النادي الأهلي حتى الآن تيجي تخش على السيستم يقولك ريجيكت يقولك مرفوض تخش على السيستم يقول لك مرفوض يا جماعة الناس الناس دي بتهزر الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل الناس دي بتهزر مش عارفين قيمة اللي بيحصل وميكانوش عارفين اي حاجة في اللي بتحصل لان الحضراتكم شايفينه ده النادي الاهلي طلبوا من يوم كام يا جماعة شهر قبل بداية كاس القومة الافريقية وطالب وقال لو سمحتم يا جماعة من فضلكم عايزين ننهي الدورة